اشتركوا في القناة بلاد مفدى حفظه الله ورعاه الى فخامة الرئيس فلاديمير بوتن رئيس روسيا الاتحادية وتمنيات جلالته لروسيا الاتحادية والشعب الروسي الصديق دوام التقدم والرقي والازدهار مؤكدا سعادته بمثانة علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وما يشهده التعاون الثنائي من تطور ونماء في شتى المجالات واكد سعادة وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز التنسيق المشترك معروس الاتحادية في كل ما من شأنه الارتقاء بعلاقات التعاون الى مستويات اشمل وبما يعزز الامن والاستقرار والسلام في المنطقة من جانبه رحب معالي السيد سيرجي لفروف بزيارة العمل التي يقوم بها سعادة الدكتور عبدالطيف الراشد الزياني لروسيا الاتحادية والتي تجسد تميز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وما تتسم به من احترام وتقدير متبادل ورغبة صادقة في تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات الحيوية